اشتركوا في القناة اعلى ان ابي الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ التوصيات فنيا واداريا وتشريعيا والتأكد من اتخاذ الاجراءات الفورية المتعلقة بالحوكمة والمساءلة وكافة اشتراطات التخزين والتوزيع والبيع ومراجعة الادوية خاصة المخدرة ومراجعة القوانين والانظمة ذات العلاقة عقدت اللجنة اليوم اجتماعها الثاني عن بعد برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وحضور سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء وممثلين عن مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والمجلس الاعلى للصحة ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب والخدمات الطبية الملكية واكدت اللجنة حرصها على تنفيذ تكليف صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووضعه موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة عبر مواصلة تكثيف عملها والجهود القائمة لتحقيق ذلك للوصول للأهداف المنشودة بما يكفل للجميع الحصول على الأدوية التي يحتاجونها واكدت اللجنة على أهمية تفعيل أدوات الحوكمة والمساءلة لتنظيم ورقابة عمليات إدارة مخزون وصرف الأدوية وضمان توافرها أمام كافة المرضى كون الحفاظ على صحتهم أولوية لدى الحكومة وأولى الأولويات لدى القطاع الصحي وكشفت اللجة عن البدء في تصحيح الممارسات في إدارة مخزون وصرف الأدوية وفق التوصيات المقرى تمهيدا للعمل الحديث الذي سيتم من أجل تعزيز كافة العمليات المتعلقة بصرف الأدوية وأوضحت اللجة أنها قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الفورية من أجل تحسين سير العمليات في المخزن المركزي وصيدلية السلمانية لتقديم الخدمات بجودة عالية وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن وعملت من خلال ما توصلت إليه خلال التدقيق على المخزن المركزي والصيدلية إلى وضع خطة تنفيذية تحتوي على توصيات سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء تتكون من مرحلتين تنتهي الأولى في شهر أكتوبر الجاري والثانية في الربع الثاني من عام 2021 اشتركوا في القناة